الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعدني واتشرف ان احنا في اطار البرنامج جسر مع التعاون مع نقابة اطباء مصر ان احنا نحاول نقدم حاجة نساعد بها او يعني نشارك بها معلوماتنا مع زمائلنا اللي موجودين في مصر ومع زمائلنا اللي ممكن يكونوا موجودين في اي مكان في العالم بحيث ان احنا نستفيد كلنا مع بعض باي معلومات طبية ممكن تكون مفيدة لنا او لزمائلنا حتى بعد كده. انا اسمي محمد اليكومي اه اتشرف بان انا خارج كلية الطب جامعة اسكندرية. اه اه وكملت هناك اه بعد الدراسة اه فترة النيابة في قسم التخدير والعناية المركزة في كلية الطب جامعة اسكندرية واشتغل في مستشفى الجامعة اسكندرية. بعدين اه ربنا كرم متعينة المعيد وبعدين مدرس مستعد كمان في جامعة بعدين في جامعة حلوان. بعدين ربنا كرم وقررنا ان احنا نسافر الالمانيا. اه في المانيا انا شغال من سنة الفين و سبعتاشر لحد دلوقتي في مستشفى دي اه احدى مستشفيات كلية الطب اه 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 ولاية دي احدى الولايات اللي في انمانيا. احنا اه زي ما كنا تنتبنا مع دكتور خالد ان احنا نتكلم على موضوع للعلاج الكوفيد اه اللي هو المرض المشهور اللي موجود في العالم كله دلوقتي. دي اه مستشفى بتاعتنا من فوق. هي كل الجزء اللي بالاحمر ده كله. وهنا عندنا العناية المركزة بتاعتنا وهنا العمليات بتاعتنا ده ببعض. وزي ما قلت لكم دي عبارة هي اسمها انه احد مستشفيات الجامعية لولايك برانتنبوت. كوفيد ناينتين ده اه زي ما كله عارف من حوالي اه اواخر الفين وتسعتاشر اكتم اكتشاف فيروس جديد اه في مدينة وهان في الصين. الفيروس اه كان منتشر الاول اعلان محدود في وهان بعد كده بدأ يبقى منتشر بشكل عام عالميا ان عمل اداء الوفيات بالملايين على مستوى انحاء العالم كله. والاصابات والملايين الملايين. اه ادى لكوارث اقتصادية وكوارث اجتماعية وموضوعه كان صعب جدا في العلاجات. في الاول كان فيه اه موضوع كان مبهم بشكل كبير جدا. ما كانش فيه داتا واضحة جدا من الموضوع ازاي احنا بنعالج ايه ولا الولائيل اللي بنبني عليه قراراتنا. فظهرت طبعا اه افتراضات كتير وابتهادات كتير من الناس على مستوى انحاء العالم كله. وكان في الاول الناس في تخطط شديد مش عارفين اه هل ده صح هل ده خلط. واخترحات كتير انزهرت من الناس كتير اه لكل العلاجات مختلفة. طبعا احنا دلوقتي الحمد لله عندنا اه بيز بنقدر نبني عليها بشكل كبير اه معلوماتنا. ما بقاش الموضوع زي الاول اه محل افتراضات. اه الابحاث مستمرة وفي كل يوم في جديد. كل يوم في اكتشافات جديدة في كل يوم بيثبت حاجات جديدة. فالجايدلاينز اللي احنا هنتناولها هنا في في المقادرة دية هي عبارة عن الجايدلاينز الالمانية اللي تبنتها الدولة هنا في المانيا وتم مراجعتها من اه اه عدد كبير من علماء الالمان المتخصصين في في المجال دوه. واخدت لحد اخر حاجة من من الابحاث واللي احنا نقدر نعتمد عليه في وقتنا الحاضر. اه عشان ندخل على طول في الموضوع التشخيص العدوى بال بالفيروس. طبعا زي ما حاضرتكم عارفين ان التشخيص اصلا بيعتمد على ان احنا نعمل بي سي ار تاست للنزو او حتى عندنا الصراحة كانوا بيعملوا الاتنين مع بعض. وبنشوف هل حيطلع اه او ده يعتبر اي حاجة تانية ده ما يعتبرش التشخيص مية في المية. اه لو التست طلع طبعا ولسه فيه ان العيان عايبقى عنده. فحلازم ناخد عيانة عيانة تانية. ونقوم عشان عشان نتأكد اكتر. لو اه المريج متاخر. حيث ان هو اصلا عنده نيمونيا دلوقتي او دخل في ار دي از. العيانين دولا غالبا بتاع الار اين اي بتاع الفيروس في الفروت سواب بيبقى اقل من لان الفيروس بيبقى قريدي نزل في تحت. وعلشان كده في الظروف دية يفضل ان احنا ناخد اه عيانة من او 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 عيانة من او عنده او كده واحنا ناخد عيانة من الحكاة دية وده اللي بيتبعت للمعمل وده بيبقى عنده اكتر ان احنا ندفكت الفيروس. في حاجات تانية علشان نشخص الفيروس او يعني هو ده ما قلنا ده لكن في انتجن رابت تاست. انتجن رابت تاست اللي ما ينتعش على طول. انتجن رابت تاست عبارة عن هو بيدور على الفيروس بروتين في الريسبيرات ريسبيسمنت. وده في منه شركات كتيرة جدا عملت الموضوع ده بمختلف البروتينز اللي بيدور عليها بنفس الفكرة. لكن زي ما احنا شايفين في الكورب ده مسلا انه ممكن العيان يبقى والحد ما يوصل ده اللي قبل يعني ده فري او فو مسلا بيبقى التست نيجاتيب رغم ان العيان لان الفيروس بروتين بلود ديكشن لابت بقى. بعدين بيبقى فيه هنا ده اللي نقدر نلقص فيها او نقدر بيها فيها الفيروس بروتين بالانتجن تاست. بعد كده بيرجع اي تاني يبقى العيان برضو لكنه ما بيرود بتاع التاست دو. فبالتالي ما نقدرش نعتمد على الانتجن تاست ان نحنا اتشخص به اه اه سارس كوف تو. الانتي باضي تاست وفقا للاه اه لالكورنت ستيت ف نوليج. السيروجيكال بتاقى بتاع السارس كوف تو سبسيفيك انتي باضي بيهنديكيب بس الاكسبوجر لكنه ما بيقدرش يقلّو اي كليير ستيت منت عن الانفكتوري او حتى عن الانيون ستيت بتاعك الخاص بيشنط. احيانا بشوية ديزنيا احيانا تبقى بس للبيروس ده لكنها للاسف مش في كل الحالات بس في عشرين في المئة من الحالات ان العيان يشتكي من طيب قرار دخول العيان للهوسبيتال آآ علشان نعالجه. في ابريل عشرين عشرين مع بداية الجائحة مع بداية كان في المانيا للن يولي أنفكتد حوالي اثنين وخمسين سنة. وعشرين في المئة منهم هم اللي كانوا في مايو واحد وعشرين بعدما التطعيم زخر بعدما ناس كتير كمان كانوا في الطعامة كان لنيولي انفكتد بس اثنين وثلاثين سنة. ومنهم كان خمسة في المئة بس. ده بيبين لنا ان الانسان كان بيعتمد جدا على الانسان وان كل ما الانسان كان بيكبر في السن كل ما بيبقى احتياجه للهسبيتاليزيشن اعلى كل ما يكبر في السن كل ما كانت المورفتاليتي كمان فالأفريج ايج للانباشينت تريتمينت في ألمانيا 64 سنة ومنهم حوالي 87% من اللي هم ماتوا من العينين دولة كانوا اكتر من 70 سنة 70 سنة او اكتر يعني جينا نتكلم على الميل توفي ميشو هو مفيش بريفلانس ان الميل مسلا ياخد اكتر من في الاولاء لكن ملاحظ ان الميل بيبقى عندهم وعندهم هاير مرتدي كمان من الحاجات اللي بتخليني اخطي قرار ان انا داخل العيان هوسبيتال او عالج في ديت بتاعت العيان لو عنده اي بيبقى موربريتس تانية دايبيتس عنده اصلا رين الفيليار ولا عنده او اي حاجة من الحاجات دية مع وجود الابيزيتي موجودة دلوقتي انها من الحاجات اللي بتزود الريسك بتاع المورتاليتي بتاع العينين دولة طيب الاي سيو ادميشن ال التايم من الانصد بتاع السيمتم لحد الاي سيو حوالي ست ايام والاي سيو اوبر اول حوالي 18 يوم في المانيا اخذنا قرار اتخذ قرار ان الهايبوكسين اقلي من 90% على الرغم من اكسجن سابلاي من 2 ل 4 لتر زائد يعني اكتر من 25 ل 30 في الدقيقة ده ان العين ده لازم يدخل لعناية عالية وفي الغالب العين في المرحلة دي بيبقى خلاص دخل في مرحلة النيمونيا وانه يبقى عنده في الاشياءات بتاعته وممكن كمان يوصل خمسين في المية من العينين اللي بيدخلوا الاي سيو للأسف يحتاجوا كمان العينين دولة لما تعملهم هستولوجيش اه اه انترزوكم يعني يتفحصوه هستولوجيا بعد الوفاء لقوا ان زي زي فيرال نيمونيا تاني لكن اضاف عليه في في وده من الاسباب او من الحاجات برضو تانية اللي ممكن بتخلي يعني بتخلي العين يبقى ما يدخل العناية على طول انه يبقى في يبقى اريدمية يبقى معاه او 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 احيانا بس يعني في حالات الفايرل نيمونيا ريرا يحصل على الهبكتيريا السوبر انفكشن الو عمل كده كده عمل لمراحل تطور الفايروس اه 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 من واحد لتلاتة اه يبتدي من اربعة وخمسة العيان يبقى محتاج يدخل من اول ما يبتدي يحتاج اكسوجن الهوسبتالايز السيبير ديزيز لما احتياجه للأكسوجن يزيد مايبقاش مجرد نيزل برونش ولا اكسوجن ماسك لا بيبتدي يحتاج او 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 يدخل في او 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 ده مهم بعد كده علشان بيتوزع لي قرارات زي ان انتو شفتوا ان الفيروس ما بقاش مجرد كلام على ان هو ولا ان هو بس بيئز الكيدني لا ده امبارة عن مالتي اورجان افكشن خصوصا ان دلوقتي ان بتاعت اللي تغدت من العيانين اللي توفوا ان احنا لقينا الفيروس باكتر من مكان ده واحد من وال سيفير واللي حوالي من 33 ل 50 من العيانين علشان كده وعلشان ملاحظة ان كانت الحدوث الالبومونيريا والهيماتوريا والليكوسيتوريا فاتخد قرار ان كل العيانين اللي عندهم كوفيد وحتاجوا ان هما يدخلوا المستشفى ان يتعملهم وان احنا ندور على الالبومونيريا والهيماتوريا والليكوسيتوريا داتا في اكتر من 10,000 عيان 6% منهم احتاجوا 27% منهم كانوا ميكانيكا زي ما قلت لكم اثبتت ان وجود الفيروس نفسه في الكدني نفسها وعمل عمل وده كان طبعا اسوشيتد برينا الفيليا بعد كده الكلام دو بيديني فكرة السكة بتاعت المهول هتمش ازاي يعني لو في رين افكشن مدري بيخليني اعلاو بروفيلكتك وثيرابيوتيك ميجرز اه اسون اس بوسيبل وآ بعمل كونترول العيان اكتر واحاول ادبت نيفرو بروتكتيف ثيرابي اكتر احنا الصراحة كنا بنشوف العيانين في اللي يبتدي يعني العيانين اللي عندنا أو في الـ وبيبتدوا يدخلوا في سكة الرينا الفيليا كنا تقريبا بنتوقع ان العيان ده في الغالب حيمشي في البروغنوز السيق جدا وممكن يعني ما يعديش من الموضوع دو درجة ان تقريبا تختار معظم الناس رغم الدياليسز رغم الكونتينيوس فينو 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 هينو المتوفر بدون مشاكل لكن رغم كده العيانين بيمشو برضو في نفس الكورس السيق وفي الاخر يعني بتوفو أو يعني بتبقى الكلوغنوز بلحو سيق كده لو اخدنا قرار هي بتاعة هي نفس بتاعة اي تانية مفيش اختلاف كبير عنها لكن هنا بيقولوا ان الستريت او الدياليسز بالستريت هو افضل لان العيانين مع بتاعة الكوفيد اسوشيتد اكتر بحيبر كواجيولابلتي اه كمان في هارت افكشن اه او اوضحت ان في للتربونين تي والتربونين اي اكتر من ستة وتلاتين في المية من العيانين بتاعة الاتنين وتلاتة من عشرة في المية بس من العيانين اللي هما بيبقوا ميلد وده بيبقى كمان وانكريز في الاريثميا وانكريز احتمالية الاردس وبالتالي يانكريز الميرتالي الميكانيزم ممكن تكون نتيجة للمسماتش ما بين العيان بيحتاجه والسابلاي اللي موجود لانه هو اصلا بيبقى حيبوكسيك او بيبقى كمان ان فيه كوفيد مع مايكرو وديت عن طريق العشان كده اي عيان عنده مع لازم نعمله اي عيان اي عيان اي عيان اي عيان اي عيان ان يكون الموضوع يعني ما نروحش بس الموضوع ده بسبب الكورونا لكن ممكن يكون الموضوع ده اه اه اصوشيتد اه اه نعملهاش اي عيان او ما ناخدش بالنا منها لازم العيان ده يدخل اي عيان اي عيان حتى لو كان عن كوفيد موضوع ده مايكونش مانع ان احنا ندخل نعمله او نركيب اي عيان احنا ما ننساش ان احنا بنعالج عيان مش بنعالج بس كوفيد موضوع لكن لو اثنين لثلاثة مسلا بس لو العيان ما عندوش تيبيكال اي سي جي اي سي جي اي سي جينج ما الايكو بتاعه مافوش مشاكل اه بسبب احيانا نفسها اللي بتحصل نتيجة للعدوى بالفيروس ممكن تعمل وده لازم يتعالج زي اي اي اديكو كنه في في بداية اكتر من 17 مليون عيان في انجلترا واكتر من 1000 عيان من وفي امريكا باكتر من 2800 عيان كان من ال من ال كوفيد 19 الريسك دو كان خمس مرات اكتر في العيانين اللي عندهم وكان ماتوا من في خلال 30 يوم من العدوى بال كوفيد 19 في زي ما نشوف هنا ان السيرم بلوروبين اكتر من ثلاث مرات زي الالبومين وزي لازم يكونوا يتعاملوا بشكل للعيانين دولة ولازم نستخدمهم في ان نشوف هالفي كو انفكشن تانية بهباتايتس فيروس تانيين او يكون الميديكامين او عن طريقة ان يكون في اي دو بيقدي هو كمان ل لازم كل الكلام ده اكس لو ان السارس كوف 2 ريس برضو في الكلان جيو سايد والهبات سايد برضو 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 بيرا الهبات سيلا للانجري زي ما قلنا ده يزود المورتاليتي والموربيديتي لازم برضو نبقى معانا التراساون للأرض من عشان اكس كلود اي بليري اوبستركشن او ترموز لو عيان عنده اصلا هباتايتس B او هباتايتس C الانتي فيرال ثرابي should not be stopped with COVID-19 الهباتايتس B treatment in patient with COVID-19 should be considered لو في increased risk of هباتايتس flare or immunosuppressive therapy to be started immunosuppressive therapy for patients مع ال autoimmune هباتو بافي or after liver transplant should be continued with treatment strategy should be individually modified Neurological affection ال guidelines بتقول لو في اي شكل في cerebral او spinal affection سي bleeding او stroke او ischemia لازم يحصل CT او MRI علشان اقدر شخص الموضوع او موضوع طبعا Neurological affection ده common اسبابها hypoxia غالب severe systemic inflammation renal failure hyper coagulability احيانا انتبق immune mediated مش متأكدين قوي في حاجة اسمه post intensive care syndrome paralysis parresis العينين اللي هما بتحطوا فترة طويلة على جهاز التنفس نجي لهم سيب او سيم نتيجة جليان باري syndrome reported لكنها من rare complications كل العينين اللي بيدخلوا العلاج في المستشفى لازم يتعملهم بشكل CRB LDH ST CDC ودي دا مهم جدا من اول وكمان يعني ده ده مهم جدا بأكتر من 2800 عيان زي بيينت ان بيحصل بيادة في CRB بيادة في LDH والST بالنسب البينة وبيحصل حوالي 75% من الحالات معظم الحالات بيقلقوا معاهم normal PCT او mild increased PCT وده PCT اللي هو وده بي خليك او يعني تبعد شوية عن البكتيريا لاني لو لقيته ده غالبا مش هيكون السبب في بايرل ده حيبقى فيه اكيد سوبر ادت بكتيريا على الموضوع في ميتا من 6 different countries ال following parameters associated with severe disease and prognosis neutrophilia و lymphopenia increase CRB interleukin 6 ferritin و D-diamond ده يقولك لو احنا حنعمل التحليل حندور على ايه وعايزين نشوف ايه التحليل ده بشكل معين لازم يتعامل بس لو انا شاكك في حاجة يعني لو هو لي بعد كده لو انا شاكك مثلا ناعيان حيبقى عنده اي حتحتاج ان انا اغير في علاجاتي او ازود في علاجاتي او كده ساعتها ممكن نعمل لكن بيبين ان العينين عندهم في الاول بيبين في الاول زي ما قلتلكم دي ما هيش specific للكوفيد 19 دي الكل فما ينفعش انا شخص عيان انه عنده بس عشان هو عنده سي تا بير المون عشان نشخص هو ال بي سي ار تي الوجود ال ما هوش بشكل كبير الا لو العيان عنده اصوشييتد بقى كوموربيدي تستانية زي ما قلنا هيبو البومينيميا واندورينا الفيلير او اسباب تانية وقدت له تاكوون دو مهم جدا انحنا نتعلم خصوصا اندى كارترة العين هي الشرست الترا ساوند وان انا استخدمه في ان انا اتابع العيانين بتاعي لانه هو التاست للفولو بتاع العيان عندي هو بتسايت يتساعمل بسهولة جدا جنب السرير العيان ما بحركهوش ما بنقلهوش بيقلل بتاع بتاع الانفكشن لهو انستابل بقلل ان هو يدخل اكتر بالنقل بتاعه فخصوصا ان انا مش محتاج حاجة احنا عارفين ان هو لو عيان عنده كوفيد ناينتين و بيبقى العيان عنده وخصوصا الانكس ري بتبين كده فإيه اللي ممكن اشوفه اكتر في عن اللي هو حيب ممكن يوريه الالتراساوند الالتراساوند ممكن اكتشف بيه اللو العيان دخل حتى او اي وده في العيانين اللي حيبقوا او ممكن اشوف بيه زي ما قلنا او ممكن كمان اشوف بيه اي لو في البدايات ساب لورال المانجمنت بتاع ال ال السبايراتوري انسوفيشنسي الهدف في ال ال ان انا اعلي بتاع الاكسجن اكتر من 90% ولو العيان اصلا معروف عنده الهايبوكسيميا يبقى الهدف بتاعي اكتر من 88% او ال في اكتر من 55 مليمتر اميركي علشان كده قالت تقترح ان العيانين اللي عندهم وهايبوكسيني من 100 لتلتمية لازم يكونوا يعني يعني ومع اه يعني انا مستعد دايما لان انا اتيب العينين دي اه ما عبدأ ان انا اتدي اه علاج بهايفلو محاولة او عن طريق سيباب اه تقلل النيت بتاع من غير ما تقلل بسبب ده شيء مهم جدا لان عيانين ممكن في اللحظات يكونوا اه ومرة واحدة ينزل بسرعة بهايبوكسيني اه اه اقل من 100 وابقى محتاج ان انا اتيبه بسرعة جدا فلازم يبقى عندي الانتوباشن اه كل ادوات الانتوباشن بهازة كل وقت والكلان واضحة هعمل ايه والعيان محطوط 24 ساعة على زي اه في الانتوبار حتى في العينين الاوائك حتى في العينين اللي مش اللي هم محطين او اللي بيعمله كان مهم جدا ومفيد جدا مشكلته بس يعني علشان كده ما حطوهوش في هو بيقولك مشكلته ان وفي مش كل العينين كمان بيقدروا الموضوع ده وفي ناس هم صحيين وهم فائقين ما بيقولك انا عمري ما نمت على بطني يعني عمري ما اتعب لكده فلما يبقى في الستريس ده وتقوله كمان ينام على بطنه ما بيلاقيهاش حاجة يعني بشكل سهل يعني لكنه كان في حالات كتير جدا حتى زميلنا اللي في انجلترا اكتر من مرة انهم كانوا يقولوا انت يعني تعمل كده وفعلا وفعلا العينين كانوا بيلتزم وكانوا بيتحسن كتير جدا فال حتى في العينين اللي هم مش كان السؤال اللي كان دايما بيظهر لنا في الازمة احنا نتيب العيان ولا نمشي على ولا نمشي على ولا نعمل ايه بالظبط ال studies published so far الحق بالوقتي must always be interpreted in connection مع limited resources لان مش كل الاماكن عندها كل resources ولا كل الاماكن عندها كل therapy مجلش كاية يعني possibility والdata من الrandom controlled trials على advantages و risks بتاعة الinvasive ventilation against the most extensive non invasive ventilation smaller cohort studies published to date show the high risk of bias with regard to the reported end points with regard to the therapeutic decisions made in practice COVID-19 shows extreme heterogeneity both with regard to non invasive ventilation with subsequent indication for intubation when using high flow oxygen therapy non invasive ventilation increase formation اللي هو التلوث نتيجة للخروج الفيروس من العين نفسه depending the applied ventilation pressure will increase the flow values which represent a potential risk of virus contamination in case of COVID-19 عشان كده ده مفهوش بديل على رغم من تحت الهلم اللي هو للأسف مش متوفر برضو في كل الأماكن مفهوش الهلم ما فيش كانش فيه ما بين في خلال 28 يوم والحوبيتال في الخمسة وعشين في الممية من يعني ما فيش زي مع أي كلاسيك المرتل تريد بتاع يعني لو أنا عملت وليلأسر حصل منهم المرتل تريد بتبقى عالية ممكن توصل لحد خمسين في المية وده بيعتمد على بتاعة ومن اللي لقوها ان اللي أقل من 9.5 ميلي في أول أربع ساعات من ده للأسف كانت على ان حيحصل بعد كده عشان بعد كده حنشوف ان هما حيقول لك ان احنا مش عايزين نعلى بال في أول ساعتين عن التسعة ميلي لتر كي جي بادي ميلي الهيبر تنشن الهيمو ديناميك من سبان من يعني صبرت على عيين كتير 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 لحد ما خلاص العيين بيفيل فرح تجاي مركب تيوب ده مكان مش حاجة كويسة ده حاجة من الفاكتور اللي بتقولين فيه ورس أو كام حيحسن فإن بيكتور الهيبر الهيبوكسيك الوكسيجن disorder ده ام för الهيبر الهيبر سفير الهيبوكسيك رس07 جا بي خمسين كر المفضل الهيبر الهيبوكسيك قم بز و national registers or studies fluctuated بين 83 وال220. المين value بتاعتنا في الكوفيد 125. يعني التعلم تانية 150 الجنرالي هنا 125. تقريبا في نفس الانج. لو such an index is available it can only serve to keep an eye على الديناميكس بتاع الكورس بتاع الدزيز and in particular the clinical stability criteria and to take this into account for decision بتاع ال 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 الانتوباتيشن الانج ويذي الكموربيديتز. يعني لو انا عندي الهدف من يعني من من احنا نقولي الكلام دوه ان انا تبقى عناية على 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 العيان بتاعي. لما لاقي ان الهايبوكسي الاندكس بتاعي مش بيتحسن. وبينزل الحد ال 125 والمئة وخمسين. مدى اداء تدخل في اكثر حزرا اكثر اكثر في المقطة دي. وانا اكون مدهز الانتوباتيشن بتاعي. يعني في الغالب العين ده كده هيحتاج انتوباتيشن. موسيقى في مرة توصف مدى صبرا. نعلم ارنبا Sooeh والمغاتيشن approach was adventurously associated with patient outcome lower intubation rate ventilator three days on the higher survival this included a step-by-step therapy and with high flow nasal cannula non-invasive ventilation and invasive ventilation of covid patient with respiratory insufficiency adapted to the severity of the disease especially the severity of the gas exchange disorder. عشان كده هم اخدوا القرار اللي قدتلكم عليه ده هو في الاول. بيقالوا ان الكوفيد مينتين اللي عندهم هايبوكسيميا اقل من مية خمسة ومية وخمسين هايبوكسي اقل من مية وخمسين ورسبعيات ريت اكتر من ثلاثين لازم الانتوباشن والانفيزيف انتليشن يكون اه موجود في دماغي يبتدي افكر فيه ولو نزلت كمان عمية لازم في المعتاد ان انا اتيب العيان ما استناش اكتر من كده هو كنا بصراحة احيانا بنستنى كتير على العيانين ديه خصوصا لو لقينا العيان فت وانه ماسكلر وانه ما عندوش مشاكل في انه هو يتريجر وعلى السيباب وانه ياخد طايدة لكن حتى ما لقيناهوش يعني ما تسيب عيان لمدة اسبوع او عشرة ايام او هم احيانا اكتر على اربعة وعشرين ساعة في اليوم بالسيباب ماسك بهاي اكسجين اه 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 بيوصل 90 في المية و 100% احيانا اه اهم ما هواش ماش ما هواش يوم والعيانين في الاخر هم نفسهم بيقولك لو سمحت يعني تايبني لو سمحت نايبني لانه مش قادر فاحنا كده بتدخل في سكة اكتر اه احتمالية الفيليار حتى بعد ما تتيب. عن ان انت ما تلاقيه من الاول قليل كده وما تتيبتوش من الاول. اه بيه نقطة بس للموضوع الايروزول دو. اه بحوالي ستمية وسبعين كوفيد ناينتين بيشنت من انتهاتgrade الانفكشن ريت كان امانجуют حوالي احتاشر واربعة في المية. اربعة من عشرة في المية. وده يؤكد لك انها مهمة جدا الي كل لا لازم كل ميديكال يحافظ عليها. كمان شوية حاجات ممكن مهمة جدا ناخد بالنا واخنا بنعمل هذه زي ان احنا الادكويت بتاع او المسك بتاع على عشان اقلل ممكن العيانين اللي بحطين نزل كان يلا هاي فلو نزل كان يلا يلبسوا فوقها. ده بيقلل برضو دلوقتي بيقلل برضو حوالين العيان. ان اي اي في لازم يتراجع اي لكيج لحوالين المسك المسك مش فتين كويس على الوش. ممكن نستخدم حاجة زي الهلم لو موجودة او ممكن نستخدم كل ده بيقلل وبيقلل بالتالي للموضوع الموضوع. المقطع ده الايرلي انتوباشن is not indicated simply علشان بس خايف ان هو يبقى بالصاص. معنى مش معقول ان انا هتايب عيان عشان انا خايف ان انا اتعدى. on the other hand الثرابي برضو بتاع الهاي فلو نزل كان يلا ونزل non-invasive ventilation not recommended للسفير progressive oxygenation disorders اللي عندهم high respiratory distress. ده ما هوش شطارة ان انا اقبل قرار الانتوبation كالعادة. the non-invasive treatment strategy هو first treatment option كالعادة. however it must be assumed that even with covid-19 a critically delayful intubation in the event of non-responsive failure of high flow CPAP non-invasive ventilation therapy worsen the prognosis. زي ما قلنا الemergency intubation should therefore be avoided at all costs. emergency intubation the hazards للعيان hazards للبيتيب اللي بيتيب hazards لكل medical stuff اللي موجود في القوضة. also due to the increased risk of transmission زي ما قلنا in addition للcritical uh disruption للoxygenation or respiratory distress the breathing work other clinical factors ممكن اخدها into consideration وانا باخد القرار ان انا اتيب العيان ولا لا زي ما قلنا الage الـ developing organ dysfunction يعني انا بلاقي ان العيان اه على سيبابه renal functions عملها طقعة على سيبابه ده يبقى محتاج اه 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 نحتاج اه 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 او نور ادرينالين كل دو بيقولك ان فيه organs دانية بحصلها disfunction انت ما بدي ليه ما بتستفيدش حاجة the above recommendations was formulated on the basis of the available studies with following recommendations بتاعت guidelines دي عشان من اعلى guidelines اللي موجودة بالنسبة الالمان في الـ بشكل عام هما عملوا الـ الـ scheme ده هو كده هو علشان كـ قالك لهو انت عندك الـ اه 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 تبديد في العيان تبديد الـ اه مثلا لو وصلنا للساتوريشن اكتر من 92 اقلي من 30 يبقى كويس ما ما وصلناش لسه 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 الاساتوريشن اكتر من 30 هتروح جاي رايح على المرحلة اللي بعديها اللي انت تبتدي سيباب لو وصلت كامل زي ما انت بالالساتوريشن وتعمل من ساعة لساعتين كل شوية زي ما قلنا لو ما وصلناش هتدخل على بتبتدي بيب خمسة العشرة من ستة العشرة الهدف بتاعك ان الطايدر بوليوم ما يبقاش اقل ما يبقاش اكتر من تسعة مليليتر بير كي جي يعني لازم يكون اقل في اول ساعة لساعتين زي ما قلت لكم ان ده هو ملاحظة ان لقوه اكتر من كده والله حصل بتزيد في اللي انا بعملها لسا زي ما احنا اكتر من تلاتين هايبوكسك اندكس اقل من خمسة من مية وخمسين لازم نتفكر في الانتيوباشن ولو وصلنا لن هو بقى اقل من مية على طول تايد الا لو طبعا العيان يعني واخت قراده او يعني الموضية دي لها اه جانب ما عرفش في نصر احنا عندنا ايه بس يعني اه في المانيا اه رابط المريض بتحترم جدا في الموضوع ده وعلى هو مش عاوز يتيب او لو اهله مش موافين ان هو يتيب مهم جدا اللي يعمله هو عشان اقلل اي فرصة لحدوث اخطاء اقلل اي فرصة لحدوث اخطاء اقلل اي فرصة لحدوث مهم جدا فيه لان العينين دولا بيبقوا يعني على شعرة زي ما بيقولوا ما بتفصل عنهم الاكسجين فترات لحظات ثواني بيتلاقي بسرعة والاكسجينيشن بينزل في الارض بسرعة جدا. من المحبز واللي بيعتبروه في المانيا يعني دلوقتي هو الستاندرد الفيديو لينجسكوب. عندنا الموضوع ده هو في رناياتنا في مصر يبقى مهم جدا ان انا استخدمه. بالستايل طبعا ان العيني بقى فور ريلاكسيرد ان انا اعمل مش مش عايزينه القح مش عايزينه يعمل اي حاجة ممكن تتزود خروج الفيروس من اللانج. بعد الانتوباشن مهم ان العيان يبقى اه اه مربوط بكلوز ساكشن سيستم. اه اه لو هعمل فايبر اوبتيك انتوباشن يبقى بس في حدود دايقة جدا العيان ملوش حل تاني غير ان هو يتعمل له فايبر اوبتيك انتوباشن ما ما فيش حل تاني هو يتعمل تحت سيرجيكال ماسك برضو ده برضو بيقلل شوية الايروزول بيلدينك. لو انكسبيكت ديفيكالت انتوباشن كان نوت انتوبات كان نوت اكسجينيت. وحنمشي في السكة المعتادة لاي ديفيكالت انتوباشن زي ما كلنا عارفين. بسيط كده على الاكستيوباشن لو انا حشيل تيوب اشيلها بالفلتر الاتنين مع بعض. بيقلل برضو فكرة ان الفيروس يطلع عن عن طريق تيوب ويعمل لنا ايروزول بيلدينك. ولو هعمل الاكسجينيتشن يبقى بالاكسجين فيس ماسك بالريزيروار. في فيديو كنا عاملينه عندنا في المستشفى للانتوباشن في الاول ممكن نعدى عليه بسرعة كده. حجزي حانتبي في الايامين اللي عندوه انوم توفير ما يمتين. اهم حاجة اني احنا عايزين اه انا انسف. ان احنا عايزين نقلل زي ما اتفقنا. ان اه كان في الاول اه عشان ما كانش معروف برضو عندنا اه بالزبط امتى اله اللي احنا قرر داخل ايه داخل المستشفى ان احنا نبتدي نفكر في اول ما بقى اقل من 200. طبعا احنا عندنا دلوقتي داتا اوضح بتقول لنا نعمل ايه. وزي ما قلنا ان اللي يعمل الكلام ده هو يبقى احسن واحد بيتيب موجود في الشفت. ويفضل ان يبقى يعني لو في استشاري مثلا او في حد اكبر منه موجود في المستشفى يكون نبلغه ان انا الوقت حتيب عيان عنده كوفيد. فيبقى عنده فكرة لو انا احتكت ويكون موجود حيضا يجيلي بسرعة جدا. فكرة قلنا عليه ان انا اعمل ديب ناركوزوس ديب اناسيزيا الراس مينوسفير مينوس اربعة الخمسة هو المطلوبة علشان نحاول نتجنب اي اه قحة او اي اه من العيان اللي ممكن تعمل ايرونزول بللينج. تحضير اهم حاجة في الموضوع ده هو. لو العيان اه مركب النيزو جاستريكتيوب ان انا اشفت النيزو جاستريكتيوب. لو العيان عندي معروفة لازم افحصه وشوف اي حاجة ممكن احبقي لو العيان عنده اي حساسيات عنده زي اي مشاكل في السنان وسنة بتتلخلخ مركب طقم اي حاجة ممكن تتعوق او تتفاجئني وانا بعمل العيان العيان كويس جدا كل حاجة متوصلة مصبوطة متوصلة برضو وشغالة احباجئش وانا بحق ان الادوية ان ولا ان انا ما عنديش اصلا يعني المشاكل اللي ساعات بتقابلنا بيه وبتبقى مش ظريفة خالص ام بقى اول حاجة بنحضر العيان بنحضر الجهاز بتاعي. هل الجهاز هل الجهاز كويس? اه يعني اه عمله التست اه شغال مفهوش مشاكل. اه اه لو فيه اه متوصل اكتيفيتد. اه مضبط ان انا هفنتليت العيان الاول بمية في المية اكسوجين محطوط عليه. اه مضبط ان انا هعمل الاول في الاكسوجينيشن بتاع العيان. بحضر كمان الانتوبيشن متيريال ان انا هستخدمها في الانتوبيشن بشوف الفيديو شغال مش شغال الاشفاتل اللي موجود هو المناسب. التوب موجودة وعملت تشكلي الكاف انها مش بايزة ولا مخرومة. ومعي السرينجة اللي هنفخ بيها ومعي الجهاز اللي هيس بيه الكاف درق الدرق اللي ها الضغط اللي موجود في الانتوب بعد ما يتفع. بحضر كل حاجة لان هو التحضير هو اهم حاجة في الموضوع ده هو. الجهاز التشفيت موجود وشغال احنا نحن نعيي في لعيانة عن طريق ان احنا منحن ن lawyer بان بعد 2 ال4 ميلي جرم برو كيلو جرم بندي سوفينتانيل. اه معرفش وبيقى عندنا حوالي 10 مايك بيركيجي 10 مايك بروميليليتا والهدف ان احنا لو حصل طبعا مع حقن البكروعات العالية دية من البروبوفول خصوصا لو عيان كيبي في السنة وكده ان احنا نتحق بسرعة علشان العيان يكمل نوم بيبقى متحضر له سنة نجات الفروفيوجن او انفيوجن او روبوفولوس وفينتا وبعمل تحضر له غالبا نور ادرنايين انفيوجن لان في الغالب بيحتاج كده بعد مايناه حضرت الادوية بتاعتي حضرت التيم بتاعي التيم معروف مين اللي حيتيب مين اللي حيحقن مين اللي حيوصل مين اللي حيساعدنا بيبقى فيه واحد برا اه مستني في الطرقة مثلا برا القوضة لو احتاجنا حاجة مش موجودة هنا يكيبها بسرعة لو احتاجنا مساعدة برا حيبلغ بسرعة ما حد ييجي اه الجهاز لو فيه جهاز اه اي دي اللي هو الجهاز الانعاش او الحاجات دي يكون قريبة مني وجهزة في القوضة اقوله واحد اقتر دوره وعرفه هيعمل ايه بالزبط اه هنبتلي اعيان مثلا كان على ماسك اكسوجين اول حاجة اخلدنا الاكسوجين قبل ما نشيل الماسك بعدين هنبتلي نعمل عن طريق على الاقل خمس دقايق بمية في المية اكسوجين بحط الماسك الاول قبل ما بشغل الجهاز الماسك بتحط الاول على وش العيان قبل ما شغل الجهاز برضو يا ربي بحط الماسك الاول قبل ما شغل الجهاز برضو علشان قصة ان انا اتجنب على قد ما اقدر انا هحاول اتكلم بغي موقف تاني عشان ما انت حصلش ما قولنا لما انت فان احنا بنعمل عن طريق الماسك الاول بعدين بشغل بعمل حوالي لمدة خمس دقايق باديا الاثنين بحاولها عشان اقلل اي ممكن يطلع من حوالين الماسك يعني بدي جرعات عالية زي ما اتفقنا علشان ما يحصلش المشكلة دية بتاعت ان هو يكوح او حاجة بعدين هعمل اول حاجة بقفل الجهاز الاول قبل ما نشيل الماسك وقفنا الجهاز بعدين نشلنا الماسك ده الفيديو لرينج سكوب دخلنا ما من اعيان ما يكوحش ما يعنيش اي شخص اللي بيساعدني بيقفل الكاف بتاعت التيوب كله ده قبل ما بوصل كف متقلناها بشيل الينجوسكوب في كيس بتاعه لشان نقلل كيس نفسه بعدين بوصل عملنا الاول بعدين بوصلت الاول بعدين عملت ومشتل يعني غيرت من الزيباب على وحبتدي بتاع العيان كل ده الهدف منه ان انا بقلل قبل ما يحصل على قد ما اقدر في عملية طيب ده اللي احنا عايزينه هنا حد بين تلية العيان زي اي حالة هدف بتاع التارجة تايدل بوليوم اقلي من 6 ميلي بير كي جي الهدف ان انا بقلل هو اقلي من 30 سنتيمتر والتانية بتقول ان احنا ممكن نستعين بالتابلة دية ما عرفش اناس كتير عن دار فيك عن الموضوع ده ولا لا بس فيه كده ما بين الانسبيراتي بتاع الزعاء والبيب علشان نوصل لاحسن نوصل بالتارجت بتاعنا ان احنا الاكسجينية العيان كويس في نفس الوقت نحافظ على على افضل حالتها ده مجرد جايد لينا ممكن يساعدنا يساعدنا يساعدنا. كان لبآتها موجود طبعا طبعا. فقيمة تانية مختلفة لكن ما هواش يعني ااا اا اا يعني شيء لازم نلتزم بي حرفيا يعني بعيني ال-ARDS بهيبوكسي انديكس قلي من خيم 150 طعاً ال-prune position should consistently be carried out ال-prune position interval بيبقى حوالي 16 ساعة في ال-individual cases ال-application بتاع انهيل دي نايتريك اكسايد ان انا استخدم مصر ريلاكسنت ان انا استخدم ريكروتمنت مانوفر كان بيكونسيدرد ان انا ابرج سيفير هايبوكسيميا لفترات معينة ال-acute hypercharmic respiratory failure مهم ان انا اقس فيها الاكترانسيك بيب والانترانسيك بيب وازبط الاكترانسيك بيب على حوالي 85% من الانترانسيك بيب ال-sedition goal بتاعي at most slight sedition علشان اتجنب ال-delirium اتجنب ال-respiratory depression ال-hypotension اللي ممكن يحصل مع ال-severe sedition بتاعة الميديكيشن اللي احنا بنستخدمها بيرين السيديشن نفسه اكمو اكمو لو متاح لو متاح عندي اكمو اه العيانين اللي عندهم سيفير ARDS مع therapy refractory hypoxemia hypoxic index رقم كل اللي انا عملته بكل الخطوات اللي عملتها اللي من 80 او او 60 مليميتر ميركري طبعا ساعتها لازم افكر في الاكمو ونعرض الحالة على اعرب اكمو سنتر موجود عندنا او فريسنت فرنش ستادي رغم كل دواني المرتلت في الCOVID-19 vision treated with the ECMO برضو كان 54% بعد 10 days طبعا كل الخطوات اللي بتحسن الطراجيوطومي طبعا الطراجيوطومي بيتاكسليرات الوينيج الوينيج من الريسبيرات من الريسبيريشن و بيكرييت مور انتنسيف كباستيس لو انا عملت بسرعة حقدر اوفر جهاز سرير عناية تاني العيانين تاني ممكن اعملهم بقلل النيت طبعا للسيداتيبز لان مش محتاجين نحن نعمل قوي ولا حتى يعني مجرد حاجات بسيطة معظم العامين عندنا اللي بيفصلهم او بيبوتراجيوطومير طبعا بكده ما بيحتاجوش بقى ولا بروبوفور لكده ممكن شوية ديكستور اللي هو ديكسوميديتوميدين او شوية كلونيدين اللي هو اصلا اجيتيتيد ولا حاجة او ممكن حتى ساعات من غير خالص مع عاجود اناجيزيا بايا كان بقى او ممكن بالهاي هي هايدرومورفون او 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 اي حاجة من الحاجات دي طبعا بيقلل برضو الكريتيكالالالنس ميوروبافي والكريتيكالالالنس بولينيوروبافي او بعد الممكن يحصل بعد وده بيأكسيلريت برضو للعيين يرجع بعد كده لحياته الطبيعية او زي كل الحاجة بيعمل زي ما كلنا عارفين لكن امتى نعمل ده كان سؤال مهم جدا التراكيوتومي الحد لوقتي هو يعني امتى بالزبط هو بيعتمد على الشخص انت بتشوفه انت في حاجات بتساعدنا لكن هو الموضوع بيبقى كل عيان نتيجة في ناس قالوا نتيجة في يعني طور ما العيان قعد عندي مثلا فترة طويلة فال اللي موجود في بتاعته بيت قليلة فكان في في الأول بتقول ان من اليوم اللي 14 لليوم الواحد وعشرين من ال فينطيل كارنتي هوافر ان الفوكس is increasingly being placed على ال بتاع البتشن زي ما قلنا النتيجة بتاع اللي ممكن تحصل بالوقت بقت بت بيت 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 زي ما يزن العياني كنو اصلا لانه يستحمل الفترات الابنية اللي هتحصل اثناء التراجيوستومي بشكل سيف ما يبقاش بعرضه هو نفسه لخطورة اثناء ان انا بعمله التراجيوستومي او العيان على بيب عشرين وعايز عمل التراجيوستومي فنخسر البيب ده وكله في التوترة بتاعة التراجيوستومي طبعا الكلام ده مش هيبقى زينف اصلا مش هيبقى عصدي دو معنى دو فايدا نجي النقطة تانية في الموضوع دو النقطة الترومبو التراجيوستومي التراجيوستومي حق اسمنا standard و intensified thromboembolic و therapeutic anti-coagulation standard anti-coagulation identified thromboembolic prophylaxis أو intensified anti-coagulation و therapeutic anti-coagulation الhospitalized patient الguidelines الhospitalized patient من الCOVID-19 في عدم موجود اي contraindications لل thromboembolic prophylaxis يعني ما فيش اي contraindication عندوش اي bleeding tendency ولا اي حاجة من الحادية حادية ممكن ياخد اللوم اللي اللي هو الكليكسان غالبا وال alternatively الفونتابارينيكس يعني يستحب ان هو يستخدمهم يعني الثرومبو اي 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 دولا common complication في الCOVID-19 وفي primal بي افكت البين الصيد لكن كمان الارتيري الوز reported to be affected كل الهسبitalized patient زي ما قلنا لازم يريسي لوم مليكلا رويت هبارين في high risk areas for the prophylaxis او 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 اصلا حاجة من الحاجات دي قبل كده ممكن نستخدم بدل ما نستخدم حاجة فيها هبارين يعني الجزء الثاني احنا ممكن نخلي بس لو فيه اسئلة للأسف معلش سمحوني خلونا في الآخر خالص يعني وهرجع معكم اللي انتم عايزين تاني ان شاء الله يعني حاجة كده زي فكروا فيها لان ان ممكن ما تبقاش ممكن فقالوا ان ممكن نعمل حاجة اسمها بنيدي حاجة من او 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 واحد مليجرام او ندي نفسه بطارجت واحد ونص تايمز في اكتيبيت بي تي تي هاويفر دك كان ال ال الافتراض اللي هاخدوه وفقا لل الاوبزرفيشنال السيطاديس اللي عليهم هاويفر ان في السيستيميك ميتا انالسيس تانية ال 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 بينو ثرومبو امبوليزم ريت مع انترميدياد دوز بروفيلاكس يعني كعدديا لكن ما هوش ستاتيستيك اللي سيجنيفيكان لور دان ويذل ستاندر دوز بروفيلاكس بلس في ال راندوميز ستادي تانية بحوالي ستمية عيان بروفيلاكس بروفيلاكس ما هوش ثرومبو ثرومبو قبل كده او عندهم ثرومبو فيليا عندهم موجودة قبل كده او في علاجهم في ال عندهم زير هو او يعني في اكتر من 2 ل3 ميلي جراف دولة ممكن نفكر ان احنا ندي لهم لكن ما يفعش تبقى روتين لكل العينين اللي عندي في العناية الثرابيوتيك انتي كواجولي اشن الثرابيوتيك انتي كواجولي انتي كونفيرمد في الحالات اللي كونفيرمد عندها او الحالات اللي عندها اتنى طيب انا ممكن افهم في بعض الحالات في بعض زي مثلا ان يبقى عيان عندي في العناية وبقى ظهر عنده مرة واحدة شفته بالإيكو في مرة واحدة سريع في دي دايما كلها حاجات بتقول لك انه ممكن او يعني في احتمال كبير ان العيان يكون جاله وان يكون عنده فممكن افهم انت في الحالات دية من غير ما تعمل اصلا سيتي انجيو او عشان تشوف او قبل حتى ما تعمل سيتي انجيو تدي ثرابيوتيك انتي تو انجيو ليشن يعني الميدي مانجمينت هنكلم عنها على قد ما نقدر اول حاجة الانتي انفيكتيف ترابي دا بروفيلاكتيف بروفيلاكتيك ادمينستريشن الانتي بايوتيك اس نوت ريكم مندد ان انا ادي بروفيلاكتيك انتي بايوتيك على عيان عندي في العناية علشان ايجلو السوبر ادي بكتيريا الانفيكشن على الكلام دا يعني مالوش اي اساس من الصحة لان اصلا كل الستاديس كمان بيانت ان البكتيريا الانفيكشن بايوتيكلي اي عيان عندي في العناية لازم اخد اول ما يدخل عندي ولو حصل اي بعد كده في الحالة لو اقدر اصحب كمان روتين اللي احنا بنعمل عندنا يومين في الاسبوع كالشور دي كده بنسحب اي حاجة ممكن تبقى معرضة الانفيكشن بنسحب منك يعني لو العيان بنسحب 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 نعمل بنعمل وبنعمل كمان يورين فما بالك بقى لو حصل كمان فطبعا مع او مع اي للحالة بنبعث كمان 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 زي ما قلنا في الاول فوكال سيتونين ممكن تنتكيط طبعا البكتيريا سوبر انفكشن بات ممكن يساعدني في ان انا اتابع السيفوريتي بتاع الكورس بتاع البزيز بعد كده لو انا شكيت ان حصل بكتيريا ريليتيد كميونيتي اقوميا او نوزوفوميا الميمونيا او بكتيريا يعني في اي مكان تاني هو اللي في مش بالمونري طبعا زي ما قلنا كالتشرات او او اشعاعات او اي حاجة بامش فيها طبعا عشان اوصل للدياجنوز وهبتدي الانتيبياتيك ترابي الانتيبياتيك ترابي لو انا ابتدتها شو بيستوب دا جين لو بتاع البكتير انا بعدت كالتشرات طلعت نيجاتيك مع عملت تحليلي لو في حاجة مثلا ممكن تعمل لها شعة او حاجة عملتها او طلعت نيجاتيك او خلاص اوقف الانتيبياتيك لانا ابتدتها ملهاش لازمة او حتى مثلا لقى ان الفيفر بترجع يبقى برضو دا ان ان بترجع تلوق لو بتاع بتاع باكتير طبعا الانتيبياتيك ترابي شو بي بعد 48 ل72 ساعة من بداية الانتيبياتيك وتبقى ادابتد اه اكوردنج لل كالشور سينسيتيف ريزل اف بوسيبو دي اسكاليتي يعني انا بتديت مثلا بميرونام ولقيت ان المايكرو 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 مثلا للتازوباك ولا حاجة كده اعمل انزل على التازوباك لانا افضل الشغال بالميرونام كده مش مزبوط و المعتاد من خمسة لساعة تيام ميكا انتي انفيكتب ترابي او انتي انتي بيوتك في اه بيحصل حاجة اسمها كابا او كوفيد مينتين اسوشياتي انفيزيف بالمونري اسبرجيل لوزيس الكابا دو ممكن افكر فيها اكتر في العينين الكريتيكالي اللي عندهم اصلا اميونو سوبريشن واللي حصل لهم دلوقتي مهمة جدا ان انا اكون بتاعي ايبقاش بس مجرد افتراض فمهمة جدا ان ادور على بتاعت الاسبرجيل زي جالاكتومان جالاكتومان ممكن ادور عليه في سيروم بلازما او ممكن ادور عليه طبعا لو العين اصلا نيترو في بتاع في السيروم بيبقى ادور عليه في في فونكوالفيل في يفضل ان احنا تدور عليه في فونكوالفيل من خمسمائة الف مكان فعلا محل بثقة من اكتر مكان وانا رجعتها تحديدا في الجزء ده مع الجزء بتاع اه اعرفو لكم في الاخر ان شاء الله مع في امريكا والجايد بتاعته في العلاجات في الادوية اللي ممكن ناخدها في حاليات الكورونا لقيتهم تقريبا زي بعض هوريكم ده ووريكم ان شاء الله فوق بشكل عام في العلاج بتاع الهوسبتاليز كوفيد نانتي بايشن احنا عندنا وابروتش اميونو موديولات ال ايبكا عنون الكورتيكوستيرويد التوسيليتسوماب الاكتيميرا او ريمبيزيفير او السارتو المونوكلون الانتيباط دولة الاربعة اللي هم المشورين او الكلام معظم الكلام كان عندهم يعني الكورتيكوستيرويد ده بشتاتك يعني ان البيشنط اللي عندهم سيفير هايبوكسيمية اكتر من 90% مع اكتر من 30% او 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 محتاجين او 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 لمدة 10 او 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 لو ما عنديش او ديكسام السازون الاكويفلنت كورتيزون دوز التوسي اللي هو اللي هو انتر اللي يو الانتاجونيس ده دلوقتي الكلام بيقول ان هو كان بي يوز في سيفير ديزيز بالكوفيد 19 لكن ما هواش او شود نوت بي يوز في العيانين اللي هما عندهم او 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 يعني يعني عيان عندي عنده مش المفروض ان انا اديله التوسيل اللي توماب او الاكتميرا او العيانين اللي عندهم خلاص وهم دلوقتي انفيزيف فنتيليات الانكلوجين كريتيريا اللي هو او اللي بنوا عليها ان احنا ناخد قرار ندي التوسيل هو اكتر من 75 ميليجرام برو ليتر كماركر للسيستيميك انفلميشن الدوز الجتاته بيزدق على البادي ويت اكتر من 90 800 ميليجرام اقل من 90 600 ميليجرام اقل من 65 400 لو اقل من 40 بندي 8 ميليجرام برو جي كمحاولة مرة احدى بس في كيس او 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 اكتف بكتيريا او فانجل انفكشن لو في اكتف بكتيريا او 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 الحد دلوقتي ما فيش data على safety بتاعته في حالة ال pregnancy او ال guidelines group ال guidelines دية بحد الوقت قالوا ان هما they say no evidence او benefit من ال توسي لتلوقتي او على بريود اكتر من 24 ساعة لان ان والانجري في اللنج حصلت ما فوش فايدة نتيجة لل statistical significant لكن في weak recommendations was made لليوت بتاع السابس نستوى مع الكورتيكوستيرويد in patient with progressive oxygen dependent disease يجيب بعدهم لل رمزي رمزي دا الانتي فيرال المشهور في علاج الكورونا هو كان موجود قبل كده وبعدين بدأ استخدامه في علاج حالات الكورونا و عندنا بتقول ان العيانين الهو hospitalizat اللي هما موجودين عندنا في المستشفى اللي هما مش و عندهم و محتاجين اكسجين ممكن برضو ياخدوا الموضوع ده و ما فيش ولا ولا ولو ليه كلام ده هو لان الداتا هنا شوية غريبة بحوالي الف عيان بسموه STT 1 10 days treatment بالرينبزيفير قليل time of recovery from 15 ل 10 ايام و كان في كمان في total mortality على 29 لكن ال WHO اللي هي مشهورة كتير مننا يعرفها في 2750 عيان اخدوا رينبزيفير ما كانش في اي بالرينبزيفير لل ال end point of mortality وال initiation of ventilation or duration بتاع ال hospitalization للعيانين اللي خدوا رينبزيفير نتيجة لل uncertain benefit of therapy with رينبزيفير في ال hospitalized non ventilated patient with relevant therapy costs at the same time مفيش ركم من ركم من ديشن كان بميد for its use ولا against ولا ولا win لكن suggested ممكن تبقى المش recommend use in ventilated patient doesn't make sense نتيجة لل lack of clinical benefit علشان clinical end points that were not considered for meta analysis in particular the time recovery who who zahre for the one study in the fact that it will it is well tolerated well tolerated فما فيش recommendations برضو made against the use بتاع Remdesivir يعني ولا فيه with ولا فيه against زي ما احنا قررت ان انا استخدم Remdesivir فالدوز بتاعتي هم المتين ميلي جرام في اول يوم بعدين from day two 100 ميلي جرام لمدة خمس تيام لما بدأوا comparing effectiveness بتاع خمس تيام versus 10 days ممكن نزودها لكن زي ما قلت لكم ما فيش benefit واضحة daily monitoring لل liver وال kidney function ده مهم جدا لان هو سعاد بيحصل liver or kidney infection بالموضوع ده لو الجهة افعار اقل من 30 treatment should not be carried out بالنسبة للregard الoptimal time بتاع الترابي there are theoretical considerations considerations and indications that is beneficial to use it as early as possible في القرص بتاع ديزيز مولا ما روش معنى ان هنستخدمه very late لما العياني بانتوبated النقطة اللي كده هي SARS-CoV-2 specific monoclonal antibodies في early stages early patients هما early infected ما عندهمش respiratory symptoms واقل من 72 ساعة من الاول positive PCR واقل من سبعة ايام من البيجين بتاع السيمتومس لكن عندهم risk factors ان هما يدخلوا في progression لو سبناهم كده في الحالات دي ممكن ان انا ابتدي يقدي تريتمان بالmonoclonal antibodies الاناليسز اف انجوينج فيز تو ستاديز شود ان الارلي اهلي من سبعة ايام افتر انسيطوك سيمتونس ادميليستريشن من الكمبيينيشن ثيرابيز ويد الباملانيوي والاتنين مونوكلونال نيوكلونال مونوكلونال انتيباضيز ازول ازل الكازيري نيفيماب والمدي فيماب كلهم حاجات جديدة خالص حتى ما شفتوه مش مستغلناش مشتغلناش بيوم الحياة في العينين الميلد ومودرد كوفيد ناينتين او في الو اتش او سكيل اللي احنا قلنا عليه في الاول من واحد لتلاتة لكن عندهم ان هما يدخلوا في السيبير كورس استخدام الحاجات دي في العينين دولا لدو از سيجنيفيكانت رداكشن في البيرال لود از بل از اني ميركا رداكشن في الهسبيتاليزايشن ويقال ان كوكتيل من الانتيباضيز دي هي اللي تعالف منها دونالد ترامب لما كان تعب ودخل المستشفى في امريكا وخرجت فرع جدا بعد طبع ايه الرسك فاكتورز اللي ممكن كما قلنا ليد شو زي ما قلنا لوفر ويدز زي ما قلنا لعنده كرونيك ديزيز لعنده كرونيك لانج ديزيز او او حجرة واحد وعشرين. ايه الميديكيشن ذات شود نوت بيوز. الفكرة البلازما. البلازما نحن عدي عينين بلازما بتاعت ناس خفت وكلام ده كله يعني ما لهش اي معنى شود نوت يعني ما 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 دفعش نستخدمها. الاتيسرومتسين. طب هما ليفكروا في الاتيسرومتسين او الاتيسروميسين. الفكروا فيه ان هو ليه انتي فيرال افكت في الفيترو. لكن في الريكاوري ستادي بأكتر من سبعة تلافص مهمية تعيين ما كانش ليه اي بنيفت. وكمان الكلام ده بقى متى انالسيس كونفيرم. الايفرميكتن. ايفرميكتن زي زيتانين برضو. اه كلم في الاول على ان هو ليه ان فيترو افكت انجز الفيروس. لكن ان فيفو ملوش اي افكت. الستاديس ما بتقول ما بأثبت ما ملوش اي كلام. فيه نيومرس استاديس في البري برينت. اه. نتيجة للمثيطولوشكال ديفيشنسيز لها هاي رسكوف بايس. بالنسبة للموضوع دو. لكن ابتو ديت. اي رسكوف بايس انجز الفيروس في البراءات. هناك اي رسكوف بايس فرميكتن. الفرينجيال اسمير في الجروب اللي تريكت بالايفر مكتن مونو ثيرابي لكن نوم انديكيشن للإفكت على الكلينيكال اند بوينت بشكل عام يعني في السيمتومز أو لنس أو في أو أي حاجة ليه علاقهم بروتي ما كانش فيه أي انديكيشن للبينفيت أو الافكت بتاع الموضوع بالإضافة إلى انكريز التوكسيك افكت والدراج انتر اكشن بتاعت الدراج فبالتالي ما فيش أي أي اي 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 بتقول ان احنا ممكن نستخدم الافكت ففي كلام ان احنا ندير عيانين بيتامين دي اه نحسن المناعة ما فيش اي كلام في كلام ده يعني لو العيان ما عندوش ايسلام بيتامين دي ديفيشنسي ما فيش اي انديكيشن العيان ياخد دي علشان يحسن الموضوع ده في بعض الكلوريكين والهايدروكسي كلوريكين الكلوريكين او الهايدروكسي كلوريكين برضو شد بالبيو بيشن زي معظمهم التانيين هو ان فيترو بتنشيلي افكتب لكن ان فيبوني نو افيدنس على البينيفيت نايدر في التريتمنت نايدر في البوست اكسبوجيا بروفيلاكسيس فيش حاجة من كلام ده بالإضافة للريتينال توكسيستي والكاردياك توكسيستي اللي ممكن تحصل منه فبالتالي ما هواش الحاجات جديدة لسه تحت الاكسبيرمنت زي الانتيروفيرونز بيتا اينز واللوبينافير والريتونافير والاناكينارا ده انتيرليوكين اينز ريسيفترو انتاجونيست كل الحاجات دي لسه تحت الاكسبيرمنت وي اه تشوت نوت بيوز الا لو في اطار الاكسبيرمنت لو انا بعمل بحث او بعمل حاجة في الموضوع ده ممكن ساعتها اخبط وهم اب كانات مجلس تحصل لتشالك وي وضبط unpl، ومّواق صغي الاصريات تلك دكسام للبادة في نقطة بس يعني فلو عندو ديزني عندو ممكن ياخد اوبيويد زي المورفين كنا منعالج الانجس الخايل الخاب العينين اللي عندو ممكن ياخد نيروليبتكز زي الحلو بريدول ده كبالياتف تريتمينت السيمتونز يعني قبل ما نخلص في الدي ايزوليشن امتى نطلع العينين من الايزوليشن شان سؤال ده كنت تسألته قبل كده كتير احنا بنقسم العينين لثلاثة العينين اللي هم كان عندهم سبير كورس دولة لازم يبقى عندهم على الاقل 48 ساعة سيمتون فري او ساستيند امبروفمت في الاكيود سيمتونز اكوردينج للمديكال اسسمنت يعني في ساستيند امبروفمت الفترة اخيرة بلاس 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 اتليست 14 يوم بعد الانسة من السيمتونز بلاس تستيند يبقى عندي نيجاتف ريزولت او على الاقل بي سي ار بوزتف ريزولت لكن اقل من الانفكشن بروبوغيشن ليفل يعني اقل من اليفل الممكن يبقي الانفكشن حد تاني في حاجة بقى اللي هم كانوا في العناية واللي كانوا لازم يبقى عندي مش واحد بس لكن يكون عادي اثنين على اقل 24 ساعة ابرد من اثنين سامبل ستكن ازا سين تايم يعني اه لو انا عندي العيان اه كان او عنده دلولتي باخد عينا النهاردة ومن وعينا من 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 التراكيو سيكريشن ستراكيال تراكيو برونكيال سيكريشن سواب وبنبعتهم وبقرة كمان بعد 24 ساعة في نفس الوقت ناخد من العيان تين ولما يطلع نيجاتف يبقى العيان ممكن يطلع او زي ما قولنا اقل من الانفكشن في هنا نقطة لاحظناها برضو ان احيانا في بعض العيانين بيحصل ممكن يطول اسابيع وشهور خصوصا العيانين اللي عندهم او حتى بياخدو under immunosuppressive therapy ما الليجنانسي مع metastasis احنا شوفناها اكتر من عيان كده تلاقي العيان كليلي امبروف كوي سيكيز جدا والآ تقريبا ما بقاش محتاج أي الراسبييراتري سابورت ولا ومع ذلك كل ما تعملو البيسي ار يطلع بصف كل ما تعملو بيسي ار وموضوع يطول لمدة شهور فالعينين دولة ممكن يحصل لهم بـ isolation لازم يحصل لهم individual assessment طبعاً للـ team اللي بيعالجوا وممكن نستعين بحد virology أو نعمل virus cultivation لأن بيحصل continuous shed رغم العينين في الظروف دية رغم ما عندهمش أي symptoms وبيـ fulfill أصلاً الكريتيريا بتاعتدي isolation مع عادة المقطة دية القسم الثاني هم العينين اللي كان عندهم mild course من COVID-19 من غير ما يحتاجه أكسجن دولة لازم يكون عادة برضو عندهم 48 ساعة free in the symptoms أو sustained improvement بلس 14 يوم بعد onset of symptoms plus antigen test هنا يكفي مش لازم PCR test العينين اللي كانوا asymptomatic أصلاً اكتشفنا بالصدفة أن هم عندهم الـ infection دولة أقل 14 يوم بعد first detection للـ pathogen ممكن يكفي برضو antigen test علشان يحصلوا بـ isolation كلمة أخيرة على البوست كوفيد سندروم ده ممكن يحصل regardless من severity و regardless من بتاع الدزيز يعني حتى العينين من الـ mild cases للأسف أحياناً بيتعرضوا الموضوع ده السمتوم بتاعتهم wide range of symptoms بتبطري من fatigue و muscle weakness sleep problems ديزنيا continuous ديزنيا مع effort يعني panic attack أحياناً العينين دولة بيحتاجوا specific rehabilitation programs هنا في المانيا في rehabilitation مستشفات للـ rehabilitation بتاع العينين بعين بعد ما يتعالج ويخفه ويعدي المراحل الصعبة دي بيروح هناك يعدي rehabilitation programs مخصوصة عشان تحسن الـ respiratory physiological muscle stimulating neurocognitive و psychological components وفي شيرمن study ثلاثة ويكا habitation children improvement physical performance long function quality of life دي يعني أنا أتمنى نكون على قد ما نقدر حاولنا للمعظم components أنا آسف جداً على التطوير بس أنا حاولت على قد ما قدر اقتصر والتفاصيل الـ 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 الكلام ده كله موجودة في اللينك الموجود ده يعني اللي عايز يوصل يرجع للـ guidelines كاملة ده اللينك بتاع الـ guidelines الموجود على النت PDF ممكن تنزله ممكن تترجمه على جوجل أو على أي مكان تاني وممكن تلاقي الـ references بتاع كل قرار هم خدوه خدونا على ايه بالـ studies بتاعتها كاملة بالتفاصيل بتاعتها واللي عنده أي سؤال أنا جاهز وأنا سعيد جداً أن أكون تترجمه معكم ده الإيميل بتاعي لو حد يحب يبعث لي أي حاجة أنا وبدأكم سعيد جداً لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا